عايزة صفقات الاهلي عمر كمال عبدالواحدة كبتعلق قريب من الاهلي خلاص معلوماتنا انه قريب يعني ممكن في صفقة ده فقد الله يخش فيها العيب بلس تصور بكرا حلاص عمر من اللعيبة الكويسة اللي بتفرق جدا مع مدير فني عمر ببلعبش مركز واحد بس فترة الاخيرة مش في شكل كويس اولا محافظة على جسمه كويس محافظة على المستوى تلعب بك رئيس تلعب تلعب في حتة الطرف الملعب يلعب انت بيساعدك انت كمدير فني عندك مرونة تلعب ملعبة كلفة فوقاتك عمر شكل الانداء كبيرة يعني اهل زمالك الانداء كبير مستوي يشتغل بكده مع ان عمر ده من زمالك هانتش كده خالص هو تطور تطور بقى كويسة الفترة الاخيرة ممكن برضو عالم المدربين الشطار اللي قدر يعمل من عمر حيكة طبعا عايزة حياء علي طبعا عالم المدربين الشطار اللي خلنا عمر كده فوفيوتشر يشتغل بشكل كويس انا مكسب كبير جيل الانداء للاهل عمر من لعبك وازه اللي هتفيده في ناحة اليمين وطار في ملع رأيك يا محمد مسلم انا رأيك مختلف هل رأيك ايلا اولا 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 ده رأيك مختلف اولا انا ميدو اللي مجينا نتكلم لو انت عايزت تختار لعيب اول حاجة ببص هيفيدني قد ايه حتى ممكن يكون لعيب مميز جدا ميدو عندي مميز جدا بس ان ميجي عندي ما وفقش صح او الوالط وارد وارد انا بتكلم عن مطن وارد بس انا بتكلم لما اما انا بتكلم عليه 3 اهلي هحتاجوا بالنادي انت مثلا بتكلم هوين اللي يليج means محمد هاني محمد هاني بعد محمد هاني مين اكرم توفيق بعد اكرم توفيق مين ده في الاهل يا اهلو ده في الاهل اللي بتأخلعب بالتخير ن Lao B عمر اللاعب متكامل UN خطيرس Feedback عمر complicated 30 سنة صح الموضوع التاني بأنني هنبي هلا بلعب Microsoft بتكلم عليه ما انت عندك علي معلول وعندك ناس ثانية عندك حتى كريم الدبيس تمتتكلم انا على اقل لازم اجيب أحد او اوني رد هكم انتكلم انا بكلم على الحاجة الوقتيmals انا المكان ا جيبك على الوقت مع علي لعيب كويس وكريم الدبيس شغال تอน ادور على راس حرب استي ق consider أدور على راس حرب لنا مع لك… متر hoe دقائق وذأتك تلات سنية… الراس حربة عندك مشكلة عندك صدقه مودس لا مدرس لازم راس حربة الصلاح محسن هيمشي لازم راس حربة تاني مع الكهرباء حتى لو مودس تقعد لازم راس حربة تاني مصري لا لا هو نفده لازم تسعة 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 مش مقود ايش مقود في مصر انت بتتكلمت انت عندك مشكلة كده مودس كده ممكن يقعد 90% لسبب انت عندك رجل جايب اللي هتيدره عائده كله فانت قادره كده خسران رجل اجنابي لازم هتديله عائده بتاعه انا شايف مودرس لا طبعا ده رجل يعني حتى لو تشغل قبل كده او اسم كبير في الدور الالماني او في الدور الفرنسي بيلاع في باستيا وبيلاع في الاندية كبيرة بس الفترة دي مش بتاعته مع النادي الاهلي القوة مش قد كده السن مش قد كده فده طبيعي اللي هو اش موجود انا اولا لان اتكلم في حتة اللي عندك اللي قدامين ايه الحتة المشكلة دي الى في المتشات الكبيرة ليه لما يكونش كهرباء واش موفق لو كهرباء موفق بيجيب لك جونين ثلاثة كهرباء مش كرب هو بيقديها بس هو لما توقع ماشي فبيغطي الشكل العام الدنيا متبقاش احسن حاجة فانا انا عالرأي اللي انا هتكلم فيه بدلا عندي لعيبة زي كده لا انا خلي لعيبة الموجود ليه ادور على الماكن اللي عندي فيها اللي عندي فيها خلل او عندي فيها مشاكل تاني حاجة نقطة الراجل بعد ستة شهور يبقى في ريه تمانع ما ممكن انه استنى ستة شهور المشكلة بدلا انت عايز هل مثلا ممكن ان عمر هيبقى موجود في نهاية الباكي المين خالد عفتح كده كده رايح البنك الاهل دي معنوات بتاعت ان هو الراجل واخد قرارا بعد رحيل ديانج وان اكرم توفيق خش في نص المرعة او هو مش مقتنع بيك باكي مين هو انت اللي بتتكلم عليه كده هو كان اكرم توفيق اكيد تسعين في المائة زي ما هو حل الموضوع لو هيدخل اكرم في نص الملعب بالذات اللي انت كان عندك مشكلة قال ديانج فيه بطم مستوى بشكل كبير جدا او ما فيش ثقة مع المدير الفني زي ما احنا شايفين حتى كاسل عالم الانديان ما بيدلوش يعني حتى ما بيدلوش بدي كوكا الصغير بيديله فانا شايف ممكن تسعين في المائة هو خالد عفتح له داني بيلعب منتخب بيلعب في الناد الاهلي فلما يجي وقعد يا ميدو وانت عندك قسرة النجوم في الحتة ريبق في مشاكل اكرم هيقعد لو قعد ماتشو والتاني مش حسنا انا بتكلم تحديدا هيبق مفيد للناد الاهلي اللي بيشارك فيها ميتو اه ضغط ماتشاطو فيه اصاباتو فيه كذا فيه كذا طيب عمر بيحللك فكذا انا معاك بس انت بتتكلم انا بتكلم في الهتة اللي عندي فيها مشاكل اللي عندي فيها خلل انت بالك ثلاث سنين بيجيب لعيبة بعسعار عالية جدا خلي بالك ولسه لا هيجيب ولا فكرة لعيبة تانية انا مش عمر بيشارك انا اخد بقى الشوكة التانية انت اخد الشوكة التانية ما اميدو انت لسه لما تجيب اللعيب زي عمر كده انت لسه هتدي الاهلي هتدي لعيبة اعراض ما انت الناد السمعين في يوتشر يعني بلغة الكرة يعني بس انا اعراض لعيبة ما بتشاركش لا ده انا سمع فيه صلاح محسن فيه حاجات تانية وفيه ناس عايزة تخص صفقة تبدو ليه يعني سمع لواحد اسمه كاباكا اللي هو في نص الملعب اللي هو مستقبل اللي بيلعب بس ده كويس للأهلي انت اكتشفت يا ميدو احمد حسن كوكا اللي في نص الملعب امتى في الماتشات التقيلة شخصية اللعب ببان ده الماتشات اللي موقف اللي بيلك لعيب قوي ولعيب ضعيف انت عندنا كان حد موجود كان في الناد الأهلي راح فارقه راح فارقه مش متذكر اسمه بالضبط فخري محمد فخري من اول لما خدت خبرات لعيب كويس بس مش النادي الأهلي انت فاهم الموضوع زي فيه عندك لعيبة عندها شخصيات النادي الأهلي والزمالك فيه لعيبة كده تحس بنفسها لعيبة عندها شخصية ما بتخافش يلعب قدام 90 ألف يلعب بماتشات كبيرة تخلي بالك برضو ده عامل زي سمك فيما يبصد بطمق وتلاقي تلاقي مكسر الدنيا ويدي وانتعرف كده كويس وروح أهلي وزمالك والانطباع اللي قوله ايش كويس خلص وفيه لعيب بتجيبه من الدرجة التانية بتلاقي كويس جدا يعني مثلا مثلا أنا كان معا تعرف ليه تعرف ليه وضاء ده أنا يعني كان على هاو دلوقت أنا رشحته لنادي الزمالك ناس كتير جدا كان بتشاكل في قدراته أنا مدرب شفت مروان في الملعب مروان من اللعيبة اللي المدرب بيحبوا تمرين وشغل والتزام تديله حاجات تكتكية بيشتغلة بشكل كويس